تخطت مملكة البحرين حاجز السبعة ملايين فحص مختبري لفيروس كورونا هذا الرقم يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية الاستمرار بإجراء الفحصات وحرص المواطنين والمقيمين على الوقوف خلف الجهود الوطنية للوصول إلى بر الأمان على الرغم من الهبوط المستمر لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وبمعدلات متدنية خلال الأسابيع الماضية ومع توالي الأيام التي لم يتم فيها حدوث لأي حالة وفاة جراء الوباء إلا أن الوعي المجتمعي للتصدي وبحزم يلازمه عزم لبراث الجائحة المقيتة آخذ بالارتفاع والتوسع وإيمان كامل بحجم المسؤولية الفردية والجماعية الملقات على عاتق كل منتم ومقيما تحت سماء البحرين بحتمية البقوف كسد منيع خلف تلك الجهود التي ما تزال تبذل وبوتيرة لم تهدأ من قبل طواقم الصفوف الأمامية من أطباء وممرضين ذكورا وإناثا للوصول إلى اللحظة التي تصبح فيها الجائحة خبرا لكان هناك وباء يجول في الأفق وإلى عدم رجعة ما ينف عن سبعة ملايين فحص مختبري لفيروس كورونا سجلتها المملكة حتى تاريخ يوم أمس رقم يحمل جرعات من الإطمئنان والتجاوب الفعلي من جميع فئات المجتمع بضرورة الاستمرار بتحجيم نطاق توسع الوباء في الأجواء وبين الصفوف المتماسكة الراغبة لعودة الحياة إلى ما كانت عليه في طبيعتها وجمالها وبراحها دون العودة إلى الإغلاقات والمحظورات المانعة لجميع أشكال التواصل الاجتماعي الذي افتقد رونقه لفترة ليستعيد ألقه من جديد ويزهو أكثر في قادم الأيام مع بقاء المملكة في حدود المستوى الأخضر اشتركوا في القناة